نفتح الكاميرا ونسمع شو بتقول على التليفون وندخل على صفحاتك بدون اذنك هذا عشان يحموا حالهم عشان في المستقبل يقول هاي فيه كوشن فيه تحيير اللي بدخلوا على صفحة المنصق وكله هاي رقمهوية بلا بدي تصريح مكتوب هو بس ما بكرة مكتوب انه هذا يخولني يخولني اني افتح المايكرافون والكاميرا على تليفونك واني انا اسمع اللي بتحكيه واشوف اللي بتشوفه وبدون اذنك هذا بس اللي بدخل هذا بس اللي بحط لايك عصفحة المنصق هو اعطال اذن انه يدخل على كل الابليكيشنز اللي عنده على الجلاري على الصور على الفيديوهات على كل شي والان في قضية انه بتجسسوا على الواتساب وحكينا في هذا الموضوع طريقة الملاحقة طريقة التعقب طريقة بتعرف هي بدها انا لازم نسجل المحاضرة ونحطها للرأي العام من اغرب ما سمعته انه اليوم التجسس مش المخبر بلحكك او بتجسس على تليفونك في بودرة بترش على الارض مجرد ما المستهدف يدعس عليها هاي البودرة خلاصي بتصير تراقبك وين ما تروح انت بكون عنده مع الكمبيوتر يعني وبرش بودرة انت بتدعس عليها بودرة بتفكرها طحين ولا برغل ولا شيد ولا تخيل وفعلا انت هلا تحكي معي انا بدي استشيري عن الجهات الامنية اللي هي مسؤولة عن البلد يعني اذا بيسمحوا لي انا بدي اسجل هذه المحاضرة عن الادوات الجديدة التي تستخدم في المتابعة واهم هالداتا اهم شيء في التجسس على المواطن الداتا شو الداتا المعلومات العامة مين اللي دخل على المستشفى؟ كم واحد فلوز؟ انت بتشوف المنصق بقول اكل الفلسطينيين 2 مليون و700 ألف بيضة شو شو عدمنا البيضات؟ بقول لك اكل هالكدي بطيخة اكل هم عندهم الاداتا بيجيبوا الاداتا وبنان عليها بيقرروا كداش الخلايلة بحبوا سيارة سكودة اكثر من اي سيارة ثانية وليش؟ ليش اهل بيت لحن سلوكهم غالبية ايام السنة لازم يطلعوا فكيشن ورحلات بره حتى لو باخذوا قروضوا من البنوك المهم يطلعوا مرة ورحلة بره ليش اهل الكدس هكس عندهم المتابعة السلوكية والمتابعة الاقتصادية والمتابعة الاجتماعية وعالفيزا كارد وعالمطارات ومين بيطلع في اي بي ومين بيطلعش؟ مين بيحب الجخة ومين المتواضع؟ واهم اهم شيء السرية المصرفية بتعرف احنا لا يصير فينا زي لبنان ونطلع ينقول يرفع السرية المصرفية؟ يا اله لا يرفع السرية المصرفية عنا عنا شو بصير بيدا؟ لا خايف يقول بالماينوس كله اسمع عن الشعب اللي على المصرفية قصدر لا على الشعب بس انا متخيل يعني اذا بصير زي لبنان يرفع السرية المصرفية ونصير نعرف كديش فلان مع المصرفي وكديش مش عارف مش عارف الفكرة شيطانية مش لازم تجينا هاي لازم نغير الموضوع دكتور على موضوع صفحة المنصق اذا وصل الى هذه المرحلة المراحل التجسس الواضح على الفلسطينيين هل يحق للسلطة ان تحجبها تمنعها؟ تحجب مين؟ تحجب الصفحة صفحة المنصق؟ ما بقدروا ليش؟ ما بقدروا انت بتقدر تحجبها عن شركة الاتصالات الفلسطينية تمام؟ ما بتقدر تحجبها عن الراوترات وعن السفر خمسة اثنين والسفر خمسة اربعة بس بيخفضوا النسفة بشكل كبير للمتالع؟ والله ما بعرف والله ما بعرف ما بتعرف هذه بنحكي فيها عن الخطة البديلة لانه في قضايا امنية في الموضوع شفت انا قضية مش قضية فقط قضية شفت الدعوات بالنسبة لصفحة المنصق انه دعوات بحجبها لما حجب النيابة العامة او القضاء حجبوا تسعة وخمسين موقع انه شفت تعليقات ليش ما السلطة تحجب صفحة المنصق وهذا سؤال مشروع ما بعرف انا اذا يملكوا القدرة او لا واذا يملكوا الارادة السياسية او لا واذا يملكوا اذا ببلشوا في الحجب هلا اذا انت يعني بدك تدخلنا في باب الحجب انه مين يحجب لامين بس هذا شيء امني يعني شيء امني واضح انه بيتجسسوا على الشعب الفلسطيني يا رجل انا بشوف شو بفرجون الشباب على الفيسبوك ضباط المخابرات بكتبوا فلان من بيت لحم شو ساما ملك الشهرين متجوز اتجهز عليك انه يجي نوختك وبروح باخدوه بعدين شاب صاحبي ضابط المخابرات فيقوا في الداشة الفجر جد والله الكس كله كوما بفلان كله نعم شو بدك كله بدعت كل ابنك كله طب رعتك له كله نعم تقلت وصار في الجيد كله طب ليش صحيتني كله والله خجلت اظل طالع وانت مش داري فكلت اخبرك انه يعني ميخ طالع انت كيف يعني انت واصل لمرحلة التغول الامني الاسرائيلي علينا والتجسس على البنوك على المصارف على اذا بدك تبعت لأختك مية دولار كيف يبين عنده مستلمين الداتا الهواتف العجهزة الكاميرات الف الشارع المالش الكاميرات الف الشارع الكاميرات الف التcaف وكل مسأل واحد خبير ايتي بقوله صعيب يقدر يفتح الكاميرا وكل ما اكون انا فاتح اللابتوب بشتغل وبيجي عندي ناس في الاجتماع بيجوا الشباب بكتبي بسرعة وبسكروا بقولهم ليش سكرتوا اللابتوب بقولوا المال الكاميرا بتكون فاتحة وسامعين هلا بقولهم انتو يعني كل الناس بعملوا هذا بقولوا لي اه انو حتى لو انت مش مش مشغل اللابتوب نعم بقدروا يفتحوا ما هو انا ما اسألتهم السؤال طب انتو عندكو ضمانة انو بعد ما سكرنا بطلوا سامعين قالوا لا بس اه وما بدناش لين هوس امنيا يعني لانو هذا بيؤدي الى هوس بتبطل تطلع من الدرب تبطل تدك تحكي على التلفور احنا بتحدث على الاشخاص اللي قد يكونوا مستهدفين من قبل الاحتلال الاسرائيين اشخاص العاديين يعني مش رح تفرق كثير يعني كانوا مراقبين ولا مش مراقبين مش كثير رح تفرق معهم بس اشخاص اشتركوا في القناة